في زيارة تهدف إلى إظهار الدعم الأمريكي لكييف التقى وزير الخارجية والدفاع الأمريكيان أنتني بلينكن ولويد أوستن مع رئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي الزيارة التي تعد الأولى لمسؤولين أمريكيين إلى كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية تناولت سبل الدعم الممكن لأوكرانيا مع استمرار الحرب وزير الخارجية الأمريكية أعلن عن العودة التدريجية للدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا اعتبارا من هذا الإسبوع وأكد المسؤولين الأمريكيين عزم واشنطن تخصيص أكثر من 700 مليون دولار كمساعدات عسكرية إضافية وخلال مؤتمر صحفي على الحدود البولندية أكد بلينكن أن روسيا لم تحقق أهداف الحرب وأن أوكرانيا حققت انتصارا موسكو تواصل عملياتها العسكرية بوحشية في أنحاء متفرقة من أوكرانيا لكن الأوكرانيين يتصدون بقوة لتلك الهجمات وخلال لقائنا مع الرئيس الأوكراني عبر عن امتنانه للموقف الأمريكي ودعمنا لبلاده كذلك تعدثت إلى الأمين العام للأمم المتحدة ودعوته إلى إبلاغ رسالة قوية جدا لبوتين بشأن الحاجة إلى إنهاء الحرب من جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي إنه من الصعب تتبع الأسلحة الأمريكية التي تقع بيد القوات الروسية نسعى قدر الإمكان لضمان وصول المساعدات العسكرية بشكل آمن إلى أوكرانيا وفيما يتعلق بقدرتنا على تتبع سواريخ ستينجر وغافلين التي تقع في يد القوات الروسية فمن الصعب فعل ذلك بالنظر إلى عدم وجود قوات تابعة لنا على الأرض يذكر أن الرئيس الأوكراني استبقى زيارة المسؤولين الأمريكيين ليؤكد أنه يعتزم بحث مسألة الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا مع الوفد الأمريكي ومدى سرعة توفيرها